قرار البرلمان الإيراني برفع مستويات تخصيب اليورانيوم وبإنهاء عمليات التفتيش التي يقوم بها مفتش الأمم المتحدة للمواقع النووية أثار جدلاً كبيراً وخلافات داخلية إيرانية وذلك بعدما تخلف الرئيس حسن روحاني عن الالتزام بمهلة زمنية لتنفيذ القانون الذي أقره البرلمان كرد على اغتيال العالم النووي محسن فخرزادة وطالب روحاني المحافظين في البرلمان بعدم التسرع والتدخل في السياسة النووية للبلاد مؤشرات الخلافات بدت واضحة من خلال تصريحات رئيس مجلس الشورى في البرلمان محمد باقر قالباف الذي قال إنه كان من المفترض أن يقدم روحاني القانون إلى السلطات المعنية لتنفيذه في غضون خمسة أيام من إقراره إلا أن هذا لم يحدث وانتهت المهلة ورغم أن قالباف قادر من الناحية القانونية على تنفيذ القانون دون موافقة روحاني إلا أن ذلك سيكون سابقة في السياسة الداخلية الإيرانية ولم يتضح بعد ما الذي سيحدث لاحقا إلا أن مراقبين يعتقدون أن المرشد الإيراني علي خامنئي سيتخذ قرارا في وقت قريب بهذا الشان ومن المستبعد في الوقت الراهن تنفيذ الخطوات النووية الجديدة الهدفة على ما يبدو إلى ممارسة الضغط على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن قبل استلامه السلطة في كانون الثاني القادم ومعرفة ما إذا كان سيتبع مسارا آخر يختلف عن ذلك الذي اتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفق استراتيجية الضغوط القصوى ضد إيران ويرى مراقبون أن المحافظين يريدون قطع الطريق على أي مفاوضات قد يدخل فيها روحاني مع بايدن وذلك بهدف تقليل فرص فوز القوى الإصلاحية في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقررة العام المقبل فيما يرى آخرون أن الإصلاحيين يجدون في فوز بايدن فرصة للتخلص من العقوبات التي وضعت الاقتصاد على حافة الإفلاس لذلك ترك روحاني الباب مفتوحا للتفاوض على أساس العودة إلى الاتفاق النووي ولكن في المقابل لن يوقع بايدن للإيرانيين سكا على بيض وهو ما تعلمه حكومة روحاني جيدا